مرحبا كيف بحضر القهوة او شوكولات ساخن او شاي بنفس نكعة المضمون كل مرة بستخدم المكايل مثلا انا الشاي بحبه شوي حلو ومعود حالي ان بحطه دائما ملع الطاولة سكرة هيك لما بشربه للشاي بكون على المضمون كيف ما كان مزاجي ان كانت معصب او مرتاحة او اي مزاج بحضر شاي بحطها المقادير على العميانة وبشرب شاي بنفس نكعة على المضمون مثلا الشوكولات ساخن عندي كوب من الحليب بحطه نصف ملعة طاولة كاكاو ونصف ملعة شاي من السكر انا هيك معود حالي بهذه الطريقة على المضمون بشرب بالشوكولات الساخن بنفس النكلة بدون اي مجلل غلط بالشوكولات طبعا انا هون مستخدم حليب سائل عندي كوب 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 فينا نستخدم كمان المكايل للحليب المجفف تنحصل على النجهات على نجهات متطابئة في كل مرة اما بالنسبة للقهوة مثلا انا بحب هوني عندي ملعة شاي ما بحبه كتير ما بحب القهوة كتير تقيلة والسكر ما بحب حطها نصف ملعة شاي هاي دي نصف ملعة شاي هاي دي قهوة طيلة على المضمون بنكهة محددة بدون اي مجال للغلط عدم اللي تدقة به هالامور بتخلي القهوة او الشاي او الكاكاو يطلع كل مرة شكل ساعة ناقص سكر ساعة ناقص قهوة ساعة ناقص حليب فبها الطريقة ما في مجال ابدا للغلط بتمنى هلقى فكار تكون فادتكم بتمنى تتبعوا على الطريقة لانها فعلا مضمونة تتمنى انكم تستلزوا بيشربكم للقهوة او الكاكاو او الشاي ما تنسوا تعملوا لسابسكرايب وباي وقت تفتشوا في اليوتيوب تحت اهاب بلانت كلمة واحدة تتشاهدوا اشريطة اخرى الي الى اللقاء